السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من مطبخ يسرى اليوم ان شاء الله سنقدم لكم كيكا بالطبقات الكريمة تتحضر بمكونات بسيطة اقتصادية وفي متناول الجميع ويجي الشكل راقي وجميل ممكن انكم تحضرواها لكن تحضروا مناسبة او عراضة او حتى في الايام العادية فبالنسبة للناس اللي كيسولوني فين يرسلوا لي تطبيقات ديالهم غدا نخلي لكم الروابط ديال الفيسبوك والانستغرام في صندوق الوصف دخلوا الفيسبوك ديالي وانستغرام ورسلوا لي تطبيقات ديالكم غدا نكون جيد سعيدة وممنونة التقات ديالكم في تحضير الوصفات فانتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم ويلا نبدأ بسم الله بالنسبة للمكونات اللي غدا نحتاجوا في تحضير الكيك عندي هنا يا ثلاثة ديال البيضات يكونوا بدرجة حرارة ديال المطفخ كاس ديال الشاي من الزيت النباتية ما يعادل 150-160 مليلتر نصف كاس من السكر حبيبات كارسانيدة ما يعادل 80 جرام نحتاج كاس ونصف ديال الدقيق الكاس فيه 100 جرام يعني في المجموع عندي 150 جرام ديال الدقيق عندي جوج ديال الخمارات كلها ساشي فيه 8 جرام يعني في المجموع 16 جرام واحد القبيصة ديال الملحة نحضر واحد الكريمة وديك الكريمة هي غدي تكون يعني ممزوجة في الكيك نحتاج لها واحد الكاس ديال الماء ما يعادل 160 مليلتر كاس ديال السكر ما يعادل 160-150 جرام وطبعا السكر تبقى على حسب الضوغ ممكن تنقصه وممكن تزيده نحتاج جوج معالغ كبار ديال نشاء أو ميزينة وجوج ساشي ديال كاكاو او تقريبا واحد جوج معالغ كبار ديال كاكاو المر يكون دون نوعية جيدة فنمر الآن طريقة ديال التحضير بسم الله فبنسبة لهد الكيك هذا هو الطريقة دياله مختلفة شوية على الكيك اللي تنحضرهم فهو تندير واحد الكريمة اللي تتكون داخله في تحضير ديال الكيك ففوحد الكاس رونه ديال جوج معالغ كبار ديال نشاء الكاس ديال السكر غدي نضيف عليهم جوز ساشي ديال كاكاو المر يكون دون نوعية جيدة او تقريبا واحد جوج معالغ كبار وغدي نضيف الكاس ديال الماء ميا وستين ميلي لتر غدي نبدأ كنضيف الماء وكنخلطوه باش كتدوب لنا ديك نشاء مع الماء وكيندمجو لنا جميع المكونات سافي من بعد غدي نضيف الكاس رونه ديالي فوق النار على النار تكون مهيلة دائما مع التحريك حتى كنحصلو على واحد الكريمة او خليط ليتيكون عاقد يعني تقريبا بحل لك خيم باتيسيا سافي هنا كتكون الكريمة ديالنارها الجهزة كتكون علاية الشكل هذا كتكون شدة وعقدة يعني عاقدة غدي نخليها جانبا كتبرد ونمرو باش نكملوا التحضير ديال الكيك ديالنا ففي واحد الايناء غدي ندير البيت كي قوت لكم البيت يكون بدرجة حرارة ديال المطبخ لاذا كان عندكم البيت صغير كتبزرว لبعات البيتات غدي نضيف عليه نصف كاس ديال السكر ما يوعادي لثمانين جرام و غد نزياء هذا البيت مع السكر يعني شهت قيدة يعني ضاعف ليا في الحجم دياله ثافين بعد ما نضاعف لنا الحجم البيت مع السكر غدي دائما مع الخلط غدي نضيف الكاس ديال الزيت سافي من بعد غدي نضيف الضقيق والخميرة ديال حلوه مع القبيصة ديال الملحو نضمج مزيان الدقيق والخميرة مع باقي المكونات يعني حتى ينسجم لنا مزيان يعني فتيكون هدا هو الخليط ديال الكيك ديالت يكون شي شوية تقيل فمن بعد غادي نضيف لديك الكريمة اللي حضرناها في الأول غادي نضيفها شوية بشوية فكتزيد تعطيه واحد الخفة وواحد المضاق رائع رائع جدا غير جربوه ما غاديش تندمو عليه وغادي تتعني هدا الوصفة هذي تولي وكل مرة كتحضروها على دمانتي سافيكي قلت لكم كان بدك نضيف ديال الكريمة على دفوعات وكان بدك ندمجها مزيان مع الخليط ديال الكيك ديالنا ففي الأخير يعني كان حصلوه على واحد الكيك تيكون خفيف ورطب ممكن هدا تعتمدوه حتى هاد الطريقة تعتمدوه حتى في الكيك العاديين اللي كتحضره سافي كان دمج مزيان ديال الكريمة مع الخليط ديال الكيك ديالنا اللي حضرناه سافي وتيكون جاهز على شكل هذا ما تيكونش خفيف بزاف وما تيكونش تقيل سافي غادي نصب الخليط ديالي فمون ضروري بتحضير هاد الكيك هادي خصناء مول يكون يتحل من الجنب سواء يكون دائري مربع على شكل قلب مستطيل بميم ضروري يكون يتحل من الجنب وصافي فعندي هنا يال مول استعملت مول دائري لقطر دياله وستة عشرين سنتيم درت له كقاعدة ورق الفرن غرفته في القاعدة دياله بالورق ديال الفرن ودهنت الجواني بغير بشوية دية الزيت سافي وكن نصب الخليط ديال الكيك ديالنا دائما احنا كنصبه وحنا كنهزو يدينا الاعلى الفن راني سخنته من قبل درجة تكون 180 درجة سافي كندخل الكيك ديال الفران يعني تنخليله العافية غير من التحت حتى كنشوفوه تنفخ ويبدأ كيتحمر له الجنب ولك الساعة كنشاله عليهم الفوق باش كيتحمر لينا قدري تقريبا بين 30 حتى 35 دقيقة لكن ضروري من المراقبة ففي هنا يوم بعد موجد لي الكيك فهدا وشكل دياله فغادي نخليه جانبا كي يبرد فهد الاثناء غادي نمره باش نحضره الطبقة التانية او الطبقة ديال الكريمة او ديال الفلون فغادي نحتاج لها عندي هنا نصف لتر من الحليب ما يعادي لخمسمائة ميلي لتر جوج معالق كبار ديال شا او ميزينا غادي نحتاج واحد جوج حتى الثلاثة ديال المعالق كبار ديال السكر وطبعا سكرت يبقى لحسب الضوء غادي ندير هاد نحتاج كذلك لواحد العلبة ديال الفلون بالنكهة ديال شوكولا بما انني انا الكيك درتو بالمعضاق ديال كاكاو فادرت فلون ديال شوكولا ممكن الينا درتو بحل ديال كيك فيه ديال الكرامل فكتديرو فلون ديال الكرامل او لدرتو الكيك بالفاني ممكن ديروا فلون ديال كخيم كراميل او ديال فاني او ديال الموز المهم تمنكها تبقى لحسب الدق ديركم وكذلك الى استعملتو الفلون لعلبة الكبيرة فما كتديروش سكر بحكم انك تكون فيها سكر بما انني انا استعملت العلبة الصغيرة فدرت السكر نحتاج الواحد العشرة القطع الشوكولاتة السوداء و سوف نمره الان طريقة التحضير بالنسبة لطريقة التحضير سهلا نحضره فلان عادي قمت بتسكر نضيف الكيس الفلان نخلط المكونات النواشف من بعد نضيف الحليب نضيف الحليب و نضيف الحليب من بعد نضيف الخليط فوق النار حتى يصل إلى درجة الغلايا و يجب أن يكون عاقد أو تقيل هذا هو الشكل الكريمة مبادئ موجود يكون عاقد وهو مزال سخون سنضيف العشرة القطع الشوكولاتة السوداء فلان كريم كرامل أو كريم كرامل أو الفاني سوف نضيف الشوكولاتة البيضاء سوف نضيف الشوكولاتة مع الخليط سوف نتأكد أن الشوكولاتة جيدة سوف نضيف الكيك سوف نضيف الخليط و نضيف الخليط سوف نضيف سوف نضيف فوق سطح العمل حتى يأخذ درجة حرارة المطبخ و يدفع سوف نضيف هذا هو الشكل نهائي الكيك سوف نضيف و يدفع مكونات جدا بسيطة و يدفع و يدفع و يدفع و يدفع كما في الجوانب لبيبيتو شوكولات و قدمته مع العاصير كنت أصلاً حضرته للقوتي فكانت هذه الوصفة و أتمنى أنها تكون عجباتكم فما تنسوا تشتبعوني على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و انستغرام سوف نضيف روابط أسفل فيديو في صندوق الوصف و هذا يكون هو الشكل لديه لدينا الطبقة و تحتاج هنا كيك خفيف فور الطبق و رائع رائع جدا فأنتمنى أن الوصفة اليوم تكون عجباتكم و بصحة و راحة و السلام عليكم و إلى الفيديو القادم إن شاء الله